طب النهاردة بعشان نوصل ياسمين للي هي عايزاها وازاي أم تقدر تقعد من غير عيالها أربع شهور كده صعب طبعا دي بتنام ازاي بتاخد مهدئات بتعمل ايه؟ أكيد طبعا أكيد طبعا يا إما تكون يعني مش عارفة صبر ايه اللي عندها ان هي تبعد عنها اه لا صعب صعب جدا بس ما قدامهاش غير ان هي تتعامل مع موضوع دهات ايه بحنكة وان هي إذا تدخل هبقى تعملي ايه يا ياسمين دلوقتي في مشكلة انت فيها دي رأيك ايه؟ هتشوف بالضبط مين فعلتها ومين فعلته لهم الناس اللي هم الايه اللي ممكن يتسمع لكلامه كبيره من الآخر ولما تيجي هاتكلمه بنفس الصيغة ديت انا متقبلاك ومتقبلا انت بتعمله انا عارفة ان هو ده ظروفك وانا مش طيقة الموضوع دهوت بس اوكي انا متقبلا نا عشره دهالي هعمل ايه حاجة بالضبط كده واسقة انك هتعمل لهم اللي فيه الصح ليهم اوكي طيب هم هم محتاجين ايه كذا وكذا وكذا وعلى فكرة هو بيحبهم هيا قالتلك في صيغة اللي هي الخطاب بتاعها ان هو فعلا لا فيه علاقة تود ما بينه وبين ولاده بس بينا يا امهم غير عاشوا هو فيه حد بيحب ولاده يقدر ده فيه انا بسمع ان الناس بتطلع يعني يقولك الرغيف العيش انا ممكن اقسمه مع صاحبتي او باسفن بتاعتي لكن امي هتدهولي كله زي ما ابوي يا مفودي ادهولي كله اخترت نورتني تسلمين يا دودو على رأسي نورتين